اهلا بكم جديد مازلنا معكم في حصة مغربية لهذه الليلة يشهد الاقتصاد التونسي تدهورا غير مسبوق بسبب تراجع الانتاج وتقلص الانشطة السياحية والخدماتية مع تواصل جائحة كورونا محافظ البنك المركزي في تونس مروان العبوسي قال ان البلاد تمر بازمة مالية خانقة وستجد نفسها بدءا من يوليو المقبل مطالبة بتوفير مليار دولار لتمويل الميزانية كان العباسي قد قال قبل ايام انه لا يوجد بديل عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي وذلك لاجاد تمويلات لموازنة البلاد وتوجهت الحكومة التونسية منتصف الشهر الجاري الى واشنطن لبدء مفاوضات مع الصندوق بهدف الحصول على تمويل بقيمة 4 مليارات دولار لاصلاح الاقتصاد المتهالك وذلك في الوقت الذي تثار فيه المخاوف من تابعات او نتائج هذه المفاوضات على مستوى رفع الدعم وزيادة اسعار المحروقات وخفض الاجور في القطاع العام انكماش اقتصادي غير مسبوق تعرفه تونس منذ بداية هذا العام إذ تحتاج الحكومة الى 6 مليار دولار من القروض من بينها قروض خارجية في حدود الاربعة مليار دولار وقروض داخلية في حدود المليار دولار وتحتاج تونس هذه المبالغ لاصلاح الاقتصاد وانعاش الموازنة العامة التي تشهد اختلالا بسبب تراجع الانتاج وتداعية جائحة كورونا على القطاعات الحيوية كالسياحة والخدمات وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة ثمانية في المئة العام الماضي ما دعا للدخول بسرعة في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول مساعدة تونس لتجاوز الأزمة بالنسبة لصندوق النقد الدولي المفاوضات التقنية بدأت منذ أسبوع وستتواصل خلال أشهر ولا أحد يمكن أن يتكهن إلى ما ستقول إليه هذه المفاوضات وبالتالي الزيارات المكوكية لرئيس الحكومة هي في إطار البحث عن حلول وربما تكون هي المآل إذا لم يقع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ولم تخفي الحكومة التونسية صعوبة الوضع وضبابية الرؤية حول نتائج هذه المفاوضات التي تبقى مرتبطة بتطبيق شروط صندوق النقد حول خفض منظومة الدعم والزيادة في الأسعار الأمر الذي قد ينعكس على الشارع والذي يعيش بدوره حالة احتقان بسبب تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع نسب البطالة إلى أكثر من 18% ويحد معاش يقدر بشي يعيش معناها الغالية الأسوام غالية للمعيشة في الاقتصاد الفلوس ووضع الاقتصادي أتعس من الوضع السياسي معناها ووضع مزري ارتفاع مشط في غلاء المعيشة تدني المقدرة الشرائية للطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة ذيك والمعدمة أصلاً وتقدر الأرقام الرسمية أن نصب كل تونسي من الديون الخارجية يقدر بـ 2600 دولار فيما تبلغ نسبة الديون 90% من حجم الميزانية العامة للبلاد هل تنجح تونس في الخروج من أزمتها الاقتصادية الخانقة عبر القرض الجديد من صندوق النقد الدولي أم أن الموضوع ربما تكون له نعكسات داخلية سيما على قطاع الوظائف العامة ومنظومة الدعم ضمن الشروط التي وضعها الصندوق لمساعدة تونس نجلة أبو خريس الغد تونس ومعنا في هذه القضية ضيفانا من تونس عمر العودي رئيس تحرير موقع البورصة وأحد مؤسسي مبادرة تونس تنتج مساء الخير أستاذ عمر وأستاذ بحري العرفاوي الكاتب والمحلل السياسي نرحب بكم ضيفي الكريمين أبدأ معك أستاذ عمر هل تسمعوني؟ يبدو أنه لا يستطيع سماعي الآن بشكل واضح هل تسمعوني أستاذ عمر الآن؟ طيب يعني أعود مرة أخرى لأستاذ عمر لكن بعد أن يتأكد من سماعي وأذهب بسؤالي الأول لأستاذ بحري العرفاوي الكاتب والمحلل السياسي أستاذ بحري يعني مستغرب جدا أنه كل هذا الانكماش الاقتصادي نتحدث عن أكثر من 8% ويفترض أن هذه الحكومة هي حكومة اقتصادية بامتياز تحية لكم ولأستاذ المتابعين كنت تابع التقرير الإجابة تقريبا موجودة في التقرير عندما نتكلم عن ضعف الانتاج أيضا عن تداعيات أزمة كورونا عن ضعف الموارد السياحية لكون تونس بلدا سياحيا ومواردها في الغالب هي من الفلاحة ومن السياحة أيضا تعطل الانتاج لأسباب غدة ربما لعدم الاستقرار السياسي منذ تحديدا منذ 2013 هناك اضطرابات سياسية هناك تداول سريع لحكومات شهدنا خلال عشر سنوات حوالي ثمانية رؤساء حكومات وأكثر من عشر حكومات يعني ليس هناك استقرار ليس هناك رؤية سياسية ثابتة ليس هناك استقرار أم أنه هناك صراع بين الرئاسات الثلاث أستاذ بحري وكانت هذه أحد أهم الأسباب حسب مراكز الأبحاث لتدهور الاقتصاد في تونس كذلك بالتأكيد أن عدم الاستقرار سببه هو هذا الصراع السياسي وهو ما يفتح المجال أمام المهربين وأمام المتهربين وأمام الفاسدين وأمام اللصوص كما يقول رئيس الجمهورية يعني هناك فساد أيضا ينخر الاقتصاد الوطني وهناك حالة من التفقير حقيقية هناك ارتفاع لنسبة البطالة هناك ارتفاع للأسعار هناك تعطيل أيضا لعملية الانتاج لأسباب عدة هناك حالة ارتفاع في أداء المهام والالتزام بأداء المهام داخل المؤسسات الشغلية هناك تعطيل أيضا لإنتاج الثروات الوطنية وهي خاصة الفصفات بسبب أيضا هذه الاضطرابات السياسية والتجاذبات السياسية تجاذبات سياسية وعدم استقرار سياسي فهمت من حضرتك أنه هذه هي أهم الأسباب لهذا التدهور الاقتصادي الحاصل في تونس يعني دعنا نرحب من جديد بأستاذ عمر العودي أتمنى حضرتك تسمعني الآن بوضوح طيب عظيم أسباب التدهور الاقتصادي في تونس يعني تبعناها في التقرير وأحد أهم أسبابها حسب حتى كل المراقبين في تونس وخارجها أنه هذا التناحر في السلطة في تونس بين الرئاسات الثلاث كان أحد أهم الأسباب للتدهور الاقتصادي إلى أي حد تتفق مع هذه الفكرة وكيف يمكن أن تتخطاها تونس لأنه في الحقيقة الموقف جدا صعب إلى حد كبير طبعا المشكلة هو السياسي بامتياز يعني الظروف اللي وصلت لها تونس بعد تقريب عشر سنوات من بين الظفرين تناحر سياسي فعلا هو تناحر سياسي وما وصلت إليه للطبقة السياسية في تونس نلاحظ بأنه تغيير الحكومات المتعاقبة يعني أكثر حكومة يمكن تبقى في السلطة ستة أشهر أو أقل من سنة مستحيل بأنها تلقى الحلول الهيكلية لمشاكل هيكلية نحن عندنا مشاكل هيكلية اقتصادية في تونس يعني لا نستطيع أن نحارب هذه المشاكل الاقتصادية الهيكلية بقرارات متسرعة وفي أغلب الأحيان يعني في قرارات غير صائبة قرارات تحكم أو تقرر بصير الشعب لأنه هناك طرف سياسي يريد الوصول إلى السلطة كل هذا عشناه في ظرف عشر سنوات والنتيجة أن نعيشينها الآن من تقصد سيد عمر الطرف السياسي الذي يريد أن يصل إلى السلطة؟ طبعا نحن شفنا في 2016 يعني تقريب منذ 2016 كيف صارت الاتفاق مع الصندوق النقد الدولي بعدها ثلاث سنوات تقريبا هناك حكومة يوسف الشاهد اللي هي مدعومة من طرف حركة النهضة بخيت ثلاث سنوات تقريبا في الحكم وشفنا تدعيات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي لم يتم تطبيقه حرفيا في إصلاحات هيكلية كبرى في تونس وطبعا هذا ممكن أنه شراء السلم الاجتماعي اللي أرادته النهضة خلف الحاجز أو الجدار حكومة يوسف الشاهد وبقاءها في السلطة مقابل يعني كانت تقريبا حرب سياسية كبرى مع حزب ندية تونس ولكن شراء هذا السلم الاجتماعي أدى إلى ما وصلنا إليه اليوم من أزامة اقتصادية خانقة يعني هناك بعض القرارات أنك تقول يعني ثمن مثلا يعني باختصار لو سمحت فيه إجابة واحدة حتى أذهب بها لأستاذ بحري هل تجد أنه حركة النهضة مسؤولة بشكل مباشر عن هذا الانهيار الاقتصادي في تونس هناك مسؤولية مباشرة ومسؤولية غير مباشرة رأيك أستاذ بحري هو السيد يوسف الشاهد قال في حوار منذ يومين تقريبا قال أن حركة النهضة لم تكن تحكم وإنما كان حضورها رمزيا الذي كان يحكم وهو نيدا تونس في انتخابات 2014 نيدا تونس كان له حضورها رمزي وهي أكبر الأحزاب السياسية في تونس حضور أقصد في حكومة الشاهد السيد عمر كان يتكلم عن 2016 وقتها النهضة كان لها وزير واحد لم تكن ممثلة بحجم كتلتها البرلمانية وهذا ما عبر عنه السيد رئيس الحكومة السابق أو الأسبق السيد يوسف الشاهد قال أن حركة النهضة لم تكن تحكم وإنما الذي كان يحكم بالكامل هو نيدا تونس ولكن الكثيرين يحملون حركة النهضة دائما منذ 2011 إلى الآن يحملون مسؤولية وتابعات ما حدث هذا لا يعفي طبعا حركة النهضة كانت مشاركة كانت شريكا في الحكم وتتحمل هي وآخرون المسؤولية نحن دائما نقول أن ما آلت إليه الأوضاع في تونس الآن تتحمل مسؤولية جميع الأطراف السياسية سلام حضرتك أنها تتحمل جزء من المسؤولية لماذا لم تحاول أن تحل الأمر الآن الأستاذ عمر قال كلاما صائبا قال أن الحكومة والاستناظة وحدها كانت تشتري السلم الأهلي بعدم احترام التوصيات صندوق النقد الدولي وهذا حقيقة حصل يعني رفع الدعم أيضا إيقاف زيادة في الأجور إيقاف الانتدابات والتأجير هذه كانت اشتراطات صندوق النقد الدولي ولكن الالتزام بها كان يعني حصول انفجار اجتماعي وثورة شعبية ضد الحكومة في تلك الفترة ولذلك كانت ربما تلك الحكومة وما بعدها كانوا يعيدون بأنهم سيلتزمون التوصيات حتى حكومة الآن المشيشي تقول أنها ستلتزم بتلك الإصلاحات ولكنها عملين ستجد نفسها تصطدم بمطالب والحاحية المطالب الشعبية وستضطر إلى أنها ربما تتدرج في عملية الزيادة في الوجور وفي الزيادة في الأسعار إلى غير ذلك وهو ما يجعلها لا تفي بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي وهو ما سيعسر عليها بل وأنه يعسر عليها الآن عملية الحصول على القروض بسبب عدم إيفائها بالتزاماتها السابقة كنت أريد أن أأخذ تعليق منك أستاذ عمر لكن للأسف الوقت دائما يذاهمنا في الحقيقة شكرا جزيلا لكم ما كنت معنا من تونس بحري العرفاوي الكاتب والمحلل السياسي وشكر موصول طبعا لعمر العودي رئيس سحير موقع البورصة وأحد مؤسسي مبادرة تونس تنتج ترجمة نانسي قنقر